قبل ثلاثة أيام، رسالة غير مسبوقة من خمس صفحات وصلت إلى مجلس الأمن الدولي العربية حصلت على نسخة من الرسالة التي بعثتها منسقة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعنى باليمن تضمن الطلبا بمراجعة تهم الفساد الموجهة للحكومة الشرعية والتي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي الرسالة بيّنت أن المراجعة الأولية التي أجراها فريق الخبراء لم تظهر أدلة على تهم الفساد أو غسيل الأموال الموجهة ضد الحكومة اليمنية كما تضمنت أن الفريق اكتشف متأخرا بطلان الأدلة التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي فريق الخبراء طلب أيضا من رئيسة مجلس الأمن وأعضاء المجلس تجاهل بعض الأقسام في تقريره عن فساد الحكومة اليمنية الشرعية لعدم وجود إثباتات واضحة العربية التقت في وقت سابق بالمحامية السريلنكية ديكشيني روانثيكا وسألتها عن حقيقة تلك التهم لكنها لم تجب دلالات كبيرة صاحبت هذه الرسالة أبرزها أن تغييرا جذريا حدث في موقف لجنة الخبراء من الحكومة الشرعية في اليمن فريق خبراء اليمن جدد له حتى نهاية مارس من العام المقبل 2022 لكن هذا لا يعني أنه سيظل بنفس الأسماء خصوصا مع استقالة خبير الشؤون المالية في الفريق ترجمة نانسي قنقر